عايزة ارجع بقى مرة تانية انا هوندل النقطة اللي انت كلمتي فيها فكرة ان المباراة المباراة كانت مليانة مكاسب وهي الحقيقة كانت مليانة مكاسب فعلا الى جانب المتعة اللي احنا حسنا بها كمتابعين ومشاهدين بس كمان من ضمن الحاجات اللطيفة جدا اللي اسعدتنا كلنا واتلاجت صدور كل الاهلوية في كل مكان عودة الحارس الاساسي محمد الشناوي للمشاركة الاساسية بعد فترة غياب طبعا نتيجة الاصابة اللي اتعرض لها في ماتش مصر وكون دفوار في كأس الامم الافريقية دي كانت من ضمن الحاجات اللطيفة كمان روعت الاداء الجماعي كان فيه جو تأسيم ما كده حاصل على مدار المباراة وطبعا نتج عنه فوز بربعية نظيفة دي كانت من الحاجات الجميلة تقلق ميكي سوني زي ما كنا بنكلم من شوية وتسجيله لهدفين ده بيأكد بالمناسبة تفصيلة ميكي سوني كده عشان برضو ايه الناس اللي كانت نهوان دي بتتكلم عنهم من شوية دي تفصيلة تبين ان النادي الاهلي كالعادة ما بيختارش اللعيبة بدوعه بشكل عشوائي لا بيبحاطة عينه على لاعب وعارف كويس جدا قدراته وعارف كويس جدا يعني ايه امكانياته عشان كده حمالات الهجوم الكبير اللي يعني على بعض صفقات الفريق ساعات بتبقى بعيدة الى حد كبير عن المنطق لازم يكون واسقين في اختياراتنا دينا واللي بتترجم دايما في صورة نجاح على ارضية الملعب وعلى ارض الواقع واتفل معي كريم